كان متجاوز على مراده مراده وعرفت ان هو متجاوز عليها دلوقتي هي طلبة الطلاق هو بيقول ان فيه مشاكل وان هي عنيدة احنا مش خلاش مش هندخل في التفاصيل دي لان احنا منسمع من طرف واحد هي دلوقتي طلبة الطلاق وهمش عايز يطلق ومش عارف يعمل ايه يعمل ايه هنقول له يا أستاذنا الكريم حضرتك والزوجة الكريمة لازم تيجوا تشرفون افضار الافتايل المصرية لعندنا ادارة كده اسمها ادارة الارشاد الزوجي عشان نسمع من حضرتك ومن الزوجة عشان نحل المشكلة احنا مش الهدف ان احنا نقول لك طلق او تجوز او ما تتجوش او ما تطلقش او ما الى ذلك ده لا ده مش اللي اراده الله سبحانه وتعالى من الزواج لا تعالوا حضرتك والزوجة الكريمة هنقعد معاك ونحل المشكلة ان شاء الله وانحنا شغالين من الساعة تسعة لحد الساعة خمسة بعد العصر والاستشورة مجانية اطعالى او ما فيش اي مقابل